ايه العظمة دي قبل حياة؟ تحيالي حياة النفوس ترند منبارع على توتر ونستقرام توتر مين يا انصاف؟ تو اسمه تويتر يا حبيبتي توتر ايه؟ تويتر 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 حتدحكي العيال عليكي وربنا ايه ده؟ بجت؟ ده أنا هرياهم توتر توتر طول اليوم اهه اتاري بيبصوا البعض ويدحقوا شوفي العيال بس أنا ما عنديش أصلا البتاع ده أنا ما بفهمهوش بس أنا عندي انستقرام ده من زمان وعندي عالية شوية صدقات الهنوف والعنود ومشاعل لا كتير كتير ما هم أكيد حيبقوا هنوف والعنود أمال يعني حيبقوا مين بانستقرام بتاعتك دي يا حبيبتي هو انستقرام انستقرام بس هم بيكتبوه بالقاف علشان بيقروا جيم هم سخفتهم كده انتي تقولي انستقرام حتدحك عليك المحيط والخليج مع بعض يا دي الخيبة أنا أقولي بمكالية في ده كله ده أنا كنت بخفت كهرب من رمود كنترول وأنا صغيرة بس وربنا أمر وكلام موزون ولا الدهب نجمة إعلامية وربنا بس ياختي مش كانوا يسيبوك كده ساعتين تلاتة تقولي اللي عندك ساعتين تلاتة هي قناة أبويا يا أنصاف إذا كان البرنامج كله على بعضه ساعة واحدة بس أقولك حاجة مريم يا أنصاف مريم قالت وتكلمت وحكت بطريقة خلتني قاعدة مش مصدقة إنها قد كده هي وزميلتها فهمين ومقدرين وحسين بنفسهم وبحياتهم وبمشاكلهم واللي بتعمليه عشانهم يا قبلة بطلي بقى تنكري نفسك طول الوقت وما تشوفيش اللي بتعمليه إيه اللي بنعمله يا أنصاف حياة معهاش عصاية سحرية في إيديها بتعمل بيها البدع لولة إنكم حوالي مؤمنين باللي أنا مؤمنة بيه ما كانش ولا حاجة من دي حصلت أقولك على حاجة بقى يا قبلة من أنصاف صاحباتك مش أنصفي الوكيلة قولي يا قدري أنت ست فلة كده بس الصراحة ده مش زمن الناس الفلة قوي اللي زيك ربنا يكفيك شر وقتك ويديك على قد ضميرك وعلى قد دنيتك ويرزقك من حيث لا تحتسبي ويديك قومي شوفي وراك إيه يا أنصاف ردت الولاية ده ما بيربيش ناشئ يا ماما اللي ما عندنا بيت اسمها ناشئ إيه إنجزي أنصاف إنجزي شوفيلك مصيبة تجيبهالي أدائك مش عاجبني بقالك أسبوعين ريئة كده طب بعد إذنك يا قبلة الحقي الحقي يا قبلة فيه إيه يا نبوية بسم الله الرحمن الرحيم ست ست مين هانم كده وجيب عربية سيقاها بذات نفسها طب دخلي الهانم يا نبوية لما نشوف قاعدة له يا أنصاف ما تروح تشوفي اللي وراك الهانم طب يا قبلة اتكلي على الله يا أنصاف أموت يا قبلة حرام عليك حرام أنا تهبتها وفيه كل شوية كامل فيها كده أموت يا قبلة أنصاف اتفضل مساء الخير اتفضل يا فندم أسفل أو جاية من غير معاد لا يا فندم مفيش مشكلة أنا حاسة أن أنا شفت حضرتك قبل كده ممم ممكن الدنيا صغيرة عموما طب حاسة أننا شفنا بعد زمان ولا قريب لا والصوت كمان الصوت مش غريب على ويدني أبداً وبيفكرني بحاجة حلوة كده بس مش قادرة فتكر التفاصيل بس حلم السعادة الجميل من من بعض السلسبيل ما يموهوش لو يسيل على صخرقة وطفاح ومهما أن التعب نقول يا تعب الحبيب راحة يا 84 الله الـطفS الله الـطفS يا يا فايزة اغسا علي ازاي مفتكركيش إزاي بس تعالي يا فايز تعالي في حضني ماحزورة يا حياء من امت ما تقابلناش؟ يا عشرين سنة يا за لا 35 يا حياء أووهوهو، ما تخليها في سرك بقا ما تكبرناش قوي كده أوه هي يا مين الـكبرت دي ده أنا أول ما شفتك في البرنامج مبارح قلت حياة صغرت عن ما كانت في سانو يا يا فايزة يا لو أعرف إن البرنامج كان حيرجع لي صاحبة عمري الحلوة دي كنت رحت من زمان والله وحشاني يا حياة وحشني قعدتنا الحلوة والغنى في حصص الموسيقى وقرال المدرسة وحشني كل حاجة يا ربي يا حبيبتي ما تكوني شفتي وحش أبدا في حياتك يا شفت كتير أكتر ما تتخيلي هنحكي كتير يا حياة بس كله في وقته شكل الزيارة دي مش لصحبة سانوي اللي وحشك يا فايزة الموضوع شكله أكبر أكبر يا حياة بس هو علشان صحبة سانوي والوعد اللي وعدوه صحاب سانوي البعض وأنا أوان تحقيقه يا حياة اتأخرت عليك بس ما كانش بإيدي انت اللي اختفتي ومعرفتش أوصلك من زمن بس ما الحوة لسه فكرة يا فايزة ولا عمري نسيت انت اللي رحت وقلت عدولي ما انت عارفة اللي حصل وقتها واللي تقال خلاص بقى ده شيء عد عليه زمن مش حنفتح في القديم اللي فضل لنا لازم نعيشه من غير ما نبصه ورانا حبيبتي يا فايزة وعدنا بعض نقف احنا التلاتة جنب بعض واللي توصل تاخد التانيين تحت جناحها يا ترى وصلتي الفين ولا انا وصلت الفين يا فايزة مستعجلة على ايه يا حياة من امتى وانتي بقى ايتي بخيرة كده مش عاوزة تشربيني حاجة ساقة عندك في البيت ولا ايه يا خبر ابيض ازاي ده انتي تاخدي البيت ولا في البيت وانا اللي اجيلك ضيفة هاتي التليفون ده كده فضل يا ستي ادي رقم اهو على تليفونك حاستنى منك تبعاتيلي اللوكيشن الليلة عشان اجيلك حاضر يا حبيبتي من عناية لاتنين ياه والله زمان يا فوز حبيبتي حسيبك تشوفي شغلك ونتقابل الليلة نحكي براحتنا بقى والله ما ادرا سيبك خلاص بقى تزهقي مني بعد كده ما تقلقيش يلا سلام مؤقت الف سلامة يا حبيبتي فايزة بصي وانتي بتفتحي الباب افتحي مرة واحدة وارجعي الورا بسرعة ليه؟ هتعرفي حالا اه ده؟ اه ده شوفتي؟ يا اختهي لكسفتك يا انصف يا سلام يا بيت يا نوجة عليكي كباية شاي زي الكتاب ما بيقول حبيبتي صحة وعافية ها وبعدين بس يا ستي زي ما بقولك هي مشت وانا مسكت انصف غسلتها وكوتها وسبتها متنشرة انصف ايه يا ماما في اللي احنا في ده؟ صحبتك دي عاوزة ايه؟ والله يا بنتي معارفة قديني بضرب اخماس فأسلاس من ساعتها طب ما بعتلهاش ليه زي ما قالتلك يا بنتي هو مش انتي اللي بعتلها اللوكيشن ولا انا وردت قدامك قالت خلينا بكرة عشان عندها مشاوير في التجمع ومش هتلحق تيجي تدقي اه صح صح هو انا جرالي ايه؟ انا بقيل لي كده محتاجة باعد عن مصطفى شوية عشان ابتدت اتغابة زيه والله والله العظيم منتي اللي مفترية هو زاكي والله بس ما بيبنش عليه يا شيخ خسيبك بس بجد حوار صحبتك ده غريب قوي واحد ايه اللي من ايام حرب المعيز دي جاية توفي دلوقت؟ بصي هو احنا كنوا اكتر من الاخوات مش حيالة اصحابه بس ووعدنا بعض بجد مش بهزار كنا ما بنفترقش لحد السنوي كل واحدة بقى راحت جامعة وكلية غير التانية طب وايه يعني؟ مفجرتو السحاب ليه؟ ما هي تجوزت فقولة جامعة كمان وراحت مع جوزة كويت وكانت بتنزل يا دوب على الامتحانات كنا بنشوف بعد كم ساعة كل سنة شوية شوية الجوابات قلت وبعد ما تخرجت ما بقتش كمان بتنزل مصر كتير وانا تجوزت وتقطعت سلطنا احنا التلاتة من بعد ما تجوزت ابوك تلاتة مين؟ انت برضو على فكرة محتاجة تقليلي من اعدادك مع مصطفى في المدرسة بس يا بيت تلمي كفاية تنبيت على الراجل بقى مانا ما بتكلمش عني انا وفايزة بس كان فيه سوزان كمان ده الموضوع كبير سوزان مين؟ بنت عم ابوكي ايه ده؟ له ابويا ليه بنت عم كمان؟ واساساً ابويا ايه اللي دخله في الحوار؟ لا احنا كده نقوم نعمل دور شاي كمان يا بنتي كفاية شاي وقهوة بقى ضغطي عالي خلاص هجبلي الكركة ده ابوكي دخل في الحوار؟ ده ابوكي هو الحوار نفسه